تتولى جمعية خيرية في الأردن مهمة تعليم الشباب المصابين بمتلازمة دون حرفة صناعة الأعمال الفنية من الفسيفساء للمساعدة في دمجهم في سوق العمل وداخل المجتمع هذا ويتعلم المتدربون في الجمعية فن الفسيفساء بمساعدة أكاديمية في الأردن تتولى جمعية خيرية مهمة تعليم الشباب المصابين بمتلازمة دون حرفة صناعة الأعمال الفنية الفسيفسائية للمساعدة في دمجهم في سوق العمل وداخل المجتمع تقدم الجمعية التي أنشئت في عام 2012 الخدمات لأكثر من 25 شخصاً من المصابين بمتلازمة دون وتعمل مع أسرهم لكن معظمهم لم يحقق بعد ما يكفي من بيع الأعمال الفنية الفسيفسائية لترطية احتياجاتهم المالية جاءت فكرة الإنشاء الجمعية أصلاً من قصة بنتي وفاء تدربت في أحد المراكز وبيت اللقاء على بدايات صناعة حرفة الفسيفساء بشكل بطيء فوجدت أنها عمدها ميول كبيرة ومهارة في تشكيل وصناعة اللوحات الفسيفسائية هذا ويتعلم المتدربون في الجمعية فن الفسيفساء من خلال مساعدة معهد فن وإحياء الفسيفساء في مدينة مادبة ويتميز عملهم بإتقان الحرفة وينتهي الأمر ببيع بعضها للمسافرين الذين يزورون المدينة حيث إنها تعد مركزاً سياحياً مشهوراً بمنتجات الفسيفساء كما تعد مادبة موطناً للآثار التاريخية والدينية لمختلف الحضارات القديمة واختيرت عاصمة للسياحة العربية في عام 2022 الهدف الأساسي هو دمج هذا للناس حتى يصبح عندنا مجتمعنا بصراحة خالي من التمييز خالي من العنف خالي من التفرقة خالي من التنمر مجتمع بصراحة محقق لهم كل احتياجاتهم هذا اللي بنطمح إلوه ويذهب جزء من دخل مبيعات الأعمال لصالح موظفي معهد الفسيفساء كما يتم التدريب هناك على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتسويق أعمال المتدربين